الحاجة الاخيرة احنا هنا في قناة الاهلي من سنوات مش بتكلم بس في سنة ولا من سنين دايماً عندنا الصبق في إزاعة مباريات الناشئين والشباب دايماً قناة الاهلي لها الصبق في إزاعة مباريات الناشئين والشباب انا الحمد لله يمكن لها الشرف موجود في قناة الاهلي منذ عام 2008 يعني بتكلم في 15 سنة ده عمر عمري ما شفت رغم فوز الاهلي على الزمالك في مناسبات كثيرة جداً منها بطولات منها مباريات حسمت ببطولات ولكن مش هتكلم على السنين اللي فات هتكلم على حتى السنين دي والسنة اللي فاتت الاهلي وجه الزمالك السنة اللي فاتت فيه الـ 2001 والـ 2003 والـ 2005 لما كانت 2001 لسه موجودة في دورة جمهورية والـ 2005 والـ 2006 والـ 2007 أو 2008 كل المسابقات دي الاهلي كسب الزمالك رايح جاي كسب الزمالك رايح جايب مفيش غير مطش واحد بس الاهلي خسروا مطش واحد يعني بنتكلم مطش من 19 مطشات بس الاهلي خسروا انك تبص على احتفالية أبداً انك تبص على اهتمام إعلامي بقطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي أبداً ولكن من المبارح انا شايف احتفالات يعني أوفر قوي زيادة قوي يا جماعة ده مطش في دوري الجمهورية لسه في التصفيات مش مطش بطولة والاهلي لو كسب المبارحة المؤجلة هيتقدم ويكون هو في المركز الأول فمش شايف الداعي ان احنا نعلي الأداء قوي ونعلي من رتم فوص فريق على حساب فريق يعني لو اتعامل من قناة منافسة دوارد الفريق بتاحها عايزة تمجد فيه ولكن لما يتعمل من إعلام محايد في كل البرامج مدخلات تلفينية تلفزيونية في كل البرامج مش فاهم إيه الأسباب يعني أولا النتيجة مش سكور مثلا الأداء أنا شايف أن الأهلي كان متحكم في سير ومجرية المباراة وكان ليه ضربتين جزاء أحرص واحدة وأهضر واحدة والمطش خلص اتنين وواحد يعني مش شاف الفرق الشاسع ده بدل الناس ما تتكلم على الهرجلة اللي كانت موجودة في أرضية الملعب وبدل ما حد يحاسي مراب المباراة على النظام السيء اللي كان موجود في المباراة وشفت حاجات بصراحة ما حدش قال ما بيتش فاهم مين مدرب يعني مين اللي بيدير مين اللي بيكتشن في المباراة ما بيتش فاهم ولكن عادي جدا الناس بتحتفل وناس اللي بتعمل مداخلات والناس بتتكلم على انتصارات طب أقول لكم على حاجة بكرة بكرة قناة الأهلي في الإطار المعتاد إنها هتزيع مباراة الالفين والتمانية بين الأهلي والزمالك هتتفرج على السيديو تحليلي وهتتفرج على ملعب منظم هتشوف فرقيتين بيلعبوا في الملعب مفيش أجهزة فنية مفيش غير لأجهزة الفنية بس متش هتشوف أعداد زيادة داخل أرضية الملعب هتشوف حكم بيحكم وانت شايف الجمهور كله قاعد في المدرجات محدش موجودة على التراك وحتى لو الأهلي كسب هتلاقي مكسب عادي جدا والتحليل في إطار المباراة السيديو مدته نص ساعة بعد نهاية المباراة مبروك هارد لك ولقاءات مع اللاعبين ونبدأ نتكلم على المرحلة اللي بعدها دي مرحلة قطاع الناشئين ولكن الفرحة الزايدة عن الحد دي اندلت على شيء بتدل ان الفوز على الأهلي لدى البعض بيعتبروه إنجاز مش انتصار إنجاز مش عقول إعجاز بس انت وصلتوا بمرحلة انك توصلوا الجمهور ان الفوز على الأهلي بها إعجاز أو إنجاز مش انتصار احنا الانجاز بالنسبة لنا هو الفوز بالبطولة مش الفوز بالمباراة لان الرصيد الطويل والتاريخ الكبير مليان بنتائج توب سكور مش اتنين واحد أو تلاتة واحد أو حتى تلاتة اتنية